اشتركوا في القناة اذن الرياح في الفترة الصباحية ستشمل مناطق الجنوبية الشرقية وليات ورقلة حاسي مسعود باتجاه حاسي لفحل منيعة وليات أدرار وغردايا في الفترة المسائية الرياح ستكون قوية وعاتية جدا على كل هذه المناطق المذكورة سالفا بالإضافة إلى وليات غردايا المناطق الغربية معنية بقوة وليات عينتي وشننت نمسان وهران مستغانم وليات تشلف عند دفلة لمدية مع أسكر غريزان وليات سعيدة وسيدي بالعباس وليات الجلفة الأغواط البيضة النعامة وصولا إلى مناطق الساورة وولاية بشار اذن كل هذه المناطق يمانية برياح عاتية جدا بالإضافة إلى وليات سمسيلت وهذا بداية من الثلاثة مساء بإذن الله تعالى اذن سرعة الرياح قد تتجاوز 50 كم في الساعة في بعض المناطق الرياح أيضا ستكون في الفترة اللي على السواحل الشرقية وليات الطارف عن نابس كيكدا وولاية جيجل إذا نرجو أخذ كل الحيطة والحذر خاصة لمستعمل الطريق خاصة على المناطق الصحراوية أين ستكون الرياح قوية ما يؤدي لتطايل الرمال وزواب عرملية قوية إذن الأمور مباشرة للمدار القريب ستعود الأمطار ويعود الغيث بإذن الله تعالى على كل المناطق الجزئرية انتظرون عبر قناتنا بارتاجيوا الفيديو متابعينا كرام حتى يصل الجميع ويستفيد الجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة